موسيقى وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم اليوم الاثنين الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية يلتقي خلالها ملك الاردن عبدالله الثاني وعددا من كبار المسؤولين وقالت وكالة سباء الحكومية ان الزيارة تأتي لبحث الجهود المشتركة لردع تهديدات ميليشيا الحوثي لامن البحر الاحمر وامدادات التجارة العالمية والسلم والامن الدوليين مشيرة الى ان العليم اعرب عن ثقته في ان تمثل هذه الزيارة دفعة اضافية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات افاد مصدر المحلي عن اصابة خمسة من عناصر ميليشيا الانتقالي الاماراتي اليوم الاثنين اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية في مدرية موديا شرقية محافظة ابيان في تفجير هو الثالث خلال اسبوعين طبقا للمصدر فان عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور عربة عسكرية في احدى الطرق في وادي عمران قرب مدرية موديا والواقع على مقربة من مدرية المحفظ ما ادى الى اصابة خمسة من ميليشيا الانتقالي كانوا معا على متن المركبة افاد مصدر عسكري بتجدد المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوث الارهابية في جبهات متفرقة بمحافظة تعز وقال مصدر عسكري ان معارك متقطعة تجددت في جبهات صالة والتشريفات شرقا وجبل هان في الضباب وجبهة مقبن غربا دون ذكر المزيد من التفاصيل حول نتائج تلك المواجهات توفي اليوم الشاعر والادب اليمني الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح في منزله بصنعاء عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما وقالت مصادر مقربة من الدكتور المقالح انه توفي بعد صراع مرير مع المرض حيث كان يعاني من عدة امراض مزمنة في السنوات الاخيرة ظل اثرها حبيس الفراش رياضيا فرض المنتخب الكاميروني التعادل على نظيره الصربي بثلاثة اهداف لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على الساد الجنوب ظهر اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة كأس العالم فيفا قطر الفين واثنين وعشرين بهذه النتيجة تحصل المنتخبان على اولى نقاطهما في المجموعة السابعة ليحتلال مركز الثالث خلف البرازيل واسويسرا دمتم ودام اليمن بألف خير الى اللقاء